اليوم شنوه الاشكال اليوم عنا منظوبة منكية فيها 23 بانك وداير هذين سنوخ ديباء يدخدوا بانك في تونس تعالشي في المغرب اللي هي فيها 37 مليون نسمة المغرب فمدي عندهم 11 بانك ونحن عنا 23 بانك انا معا انه يقع دمج البنوك ان احنا نقول لك عشرة بنوك يكفيه في تونس عليش 23 بانك وكلهم يشابوا لبعضه كانت لاحظ به لذلك اليوم 23 بانك هذوما راهم مش لكلهم ربحين خاطر توافهم الموضوع متروح البنوك ربحة ايش نوحات البنوك تولي خاسرها والبنوك تربح في بالك البلو اوتو دموزيسيان فالنبو عانشكون عند البنوك والبنوك سكريتيك اكثر 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 تصفح اي 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 اذا تشوفوا معتها الادئات الكل اللي دفعوها وكل البنوك يصن معلتها فرطة من تاكسي في تونس ومراقبين وديما عنده مراقبة جيبائية تحبط عليها اذا انا كالبنوك تعمل بنيفيس راني الحاكم بش نقسم معاه و بش تمول ميزانية الدولة بقى حكاية تضوما لبوندو تريزور سعو الحاجة مش البنوك لكلها ربحة كما قلتك 23 بانكة فما عشرة بنوك ربحين وبقي يما اليكيديبر يما خاسرين مش عشرة بنوك فقط منهم ثلاثة بنوك عوامين حاجة اخرى البنوك تعرفش يقولولك انت تحكي معهم توا مدير العام تعالبونوك يقولك حكاية البنو تريزور مهيش مساعدتنا نحنا راي تحت الضغط نحن علش على خاطر انا كبانكة الانترم نحب نمول للكونومي ريال لا نحن نقوم باقي في الديفيسيات بوجتيتية صحيح الدولة تحت الزرسة تعتي فيها في عشرة واثناش في الميات معانتها نسبة فايدة ولكن انه كان فيPS تهوريك في التعارير التي تصدر عليها بطا و 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 البطا ذات إنهم نحن而دون أنهم لا تبدوا حقاً تقفون أنهم تصدر في سند الخزين كيف تروح بهم لذا كان هذه الأنمام مجنون بها هذه طاقة denشغة نعم البنق لم يجب أن يطاعدهم أن يk contexts ومنون أنت لم يطاعدهم المساعدات لهم لم تتاعدهم السماعدات المثالية وكان تصدر على الأجنسية وكان يطاعدهم السماعات المثالة فهم يطاعدهم لأجنسية دولة لأن الدولة تجبت من الغادي، والريسك المتاح قاعد يكبر، والتدبوندانس معناتها، ومش قاعدتهم في الإصلاحات ومسحات معناتهم، وتكاركرة معها في البنوك. لذلك البنوك صحيح ترقى 200 مليارد و 300 مليارد وبنيفيس، مستن بنيفيس كومبوزي لكثيرية اللي جاي من البوندو تريزور؟ فهمتي ما هو جاي من الإكسبواتات، معناتها وصنس كلاسيك دو تيرم، يون بوزو سنسن بنيفيس تيوريك، وقاعدت العلاف المخاطر المتاح. ترجمة نانسي قنقر